الصليب الأحمر يا سادة ممنوع من أنه يفكر في أنه يدخل السجون الإسرائيلية اتمنعوا الصليب الأحمر نفسه بيقولك كده قالك إحنا مش قادرين نوصل لحد جوه مش قادرين ممنوعين من الوصول لكن الأوروبيين والأمريكين قالك أصلا المقامة الفلسطينية دي برضو مقامة الفلسطينية اتفرج على فيديو بقالوا يومين ثلاثة لفتاة كانت من ضمن الأسرة الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية أنا عايزك تتفرج على الفيديو اللي ممكن تكون حضرتك شفتوا دي البنت لمسكة العكزات اسمها مايا وهما بيسلموا عليها أنا عايزك تشوف ركز جواس بص البنت ليه هذا الشاب من المقاومة دي البنت دلوقتي علمت بص البنت بتتكلم مع هذا الشاب من المقاومة بتبصله إزاي بالمناسبة البنت دي خلاص يعني البنت دي اتسلمت لأهلها والقوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وخلاص محدش هيقدر يقول لها تلت التلاتة كام مفيش شيء يجبرها إنها تنظر نظرة امتنان للرجل اللي كان بيحتجزها أو بالأدق الرجل اللي كان واقف حراسة على الباب بتاع مكان احتجازها واضح إنه نشأت علاقة إنسانية ما طب يا ترى هذه العلاقة الإنسانية نشأت ليه علاقة الإنسان بالإنسان نشأت لأنه بيعملها كويس هل دا شكل فتاة عزبت أو نكلة بها هل دا شكل فتاة منعت عن الطعام والشراب هل دا شكل فتاة منعت عن الدواء فيه بقى زي مايا دي كتير تقريبا كل الأسرة اللي تم خروجهم وتبادلهم مع أسرة فلسطينيين كلهم زي مايا باي مايا دا لها اشتاج اللي اتعمل باي مايا هو بيقول لها باي باي وهي بتقول له باي باي وبعا تعمله كده وبتضحك ودي واحدة تانية بتسلم وبتعمل لهم باي باي بتقول الكلام ده لعناصر المقاومة واضح إنه أكيد دي والدتها أو من أهليتها يا بتسلم هي بتسلم على بتوع المقاومة ماشية الست دي في عهدة الصليب الأحمر الناس دول خارجين رايحين على الجانب الآخر عند سلطة الاحتلال الناس مبتسمة بتضحك خلي بالك هذا الابتسام مش بس الفرحة بالحرية والعودة مرة تانية إلى المنزل والشارع والبيت والحي وكل الكلام اللطيف ده إطلاقا إطلاقا يعني أكيد لو أنا اللي معتقل في السجن الإسرائيلي وأنا خارج أكيد مش هبص أقول له باي باي يا ليفي لا ولا شلوم لي يعني أنا لو طول أن تشه 30 ألم على وشه هعمل كده عادي يعني أكيد أنا بقى لو أنا افترضنا أن أنا راجل فلسطيني والبلد بتاعتي محتلة والناس دول دبحوا من آبائي وأجدادي وأسلافي أكيد أكيد أنا هتحين أي فرصة عشان أخلصه من حياته وخلص البشرية منه حتى وأنا خارج من باب السجن أما الأسيرة الإسرائيلية فخارجة وهي هادئة تشعر بامتنان يبدو عليها علامات إنها لم تمنع عن أي شيء تبدو على افتسامتها وعلى تعاملها وعلى كلامها مع عنصر المقاومة بإنه هناك ود إنه هناك صداقة إنه هناك شيء جيد مشاعر لا تشبه أي شائبة من شوائب العداء وصوف نظل لأعداء لكن ده مش معناه إن إحنا هنعملك وحش إن كنت أسيراً إحنا عملناك زي ما نقول كده بما يرضي الله نحن نعمل ضمائرنا وربنا سبحانه وتعالى ده اللي حصل وبالرغم من ذلك يقف العالم أعمى أبكم أصم أمام كل المدابح اللي بتحصل ده مش مست كده